أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإذن بالقتال لدفع الظلم يقول الله تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ الذين أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ إلا أن يقول ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزُ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُوا فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ هذه أول آية نزلت في القتال وهي قوله أذن للذين كفروا بعد أن قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة لم يؤذن لهم بالقتال وكلما أصابهم من شدائد وبحن وعذابنا الكفار وإرهاب كما يسمونه في العصر الحاضر ليمنعوه من الإيمان بربهم ومن طاعة ربهم كلما صبروا لأنهم لو أذن لهم في القتال وهم قلة لقضى عليهم المشركون على نبيهم وانطفأت الدعوة في مهدها ولذلك أمرهم الله في مكة بالصبر إلى أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنشر دعوته وأرسل الرسل وكان يتصل بالوفود التي تأتي مكة فيدعوهم إلى الله ويذكرهم بطاعة الله وقل من يؤمن حتى كان بعضهم من من يحب الدنيا الذين يأتون إلى مكة من قبائل أخرى الحج كان يقولون له ماذا لنا إن ظهرنا في هذا الدين يعني أنت صرت رئيسك إيش في تعطينا من السلطات يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر لله يفعل ما يشاء يعني هذا الدين ليس للتسلط على الناس ولحكم الأرض لما يريده الإنسان إنما هذا الدين من أجل أن يتحرر الناس من العبودية للمخلوق ويطيعوا خالقهم فلا يستطيع أن يعيدهم بشيء يطلب منهم طاعة ربهم فقط هذه مهمته فبدأت الآيات هنا من رحمة الله أنه أخبرهم سبحانه وتعالى قبل أن يأمرهم بالقتال ويأذن لهم في القتال أخبرهم أنه سينصرهم إذا آمنوا به واعتصموا بحبله المتين يعني بالقرآن واتخذوا الأسباب فالله تبارك وتعالى ناصرهم فبدأت الآيات بقوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور من هو الخوان الكفور؟ خوان صدق مبالغ على وزن فعال من كلمة خان يخون خائن من فاعل خان يخون وأسم الفاعل خائن وصيدة مبالغ خوان يعني كثير الخيانة فالكفار هم الذين يخونون خانوا الله فتركوا طاعته وطاعوا غيره من الأشجار أو الأحجار أو الأشخاص يعطون عهداً فيخونون بالعهد يعطون وعداً فيخونون بالوعد إن الله لا يحب كل خوان كفور الأصل أنهم لن يؤمنوا ما في برد كيفهم ولكن أن يمنعوا الناس من الإيمان وأن يخونوا الأمانة ويتسلطوا على الناس هذا ما لا يرضى به الله تبارك وتعالى ولن يمكن الكافرين أن يكون لهم سبيل على المؤمنين سبيل مؤقت اختبار وابتلاء للمؤمنين ثم يثبتهم في الأرض عن طريق الإذن في الجهاد فقلت لكم أنه في بداية الأمر في مكة لم يؤذن في الجهاد ولم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يدفعوا العنف بالعنف سموها الله في العصر هذا العنف المسلمين يقتلون يقولوا لا باستعملوا العنف ما باستعملوا العنف لازم يقتلون يسبحوه بزمح النعاج وحصل هذا حصل هذا من شائعة لبنان ومن شائعة اللي جاي من العراق أو من إيران يسبحون الناس زبحا في السكين هل هذا أمر به الله تبارك وتعالى فهذا العدوان عندما كان في مكة منع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصد هذا العدوان أيًا كان شكله لأن بعض السمية ماتت من التعزيم وياسر أبو عمار مات واستشهد في التعزيم في مكة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر عليهم ويقول صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة ولم يأذن لأحد أن يدافع عنه أو أن تكون هناك مقاتلة بين المسلمين والمشركين لأنه كما قلت لكم عدد المسلمين قليل وهم في بيئة محدودة فيطغى عليهم المشركون ويبيدونهم جميعاً أما عندما يستقر الإسلام وينتشر وتكون له دولة هنا أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالجهاد وأن يصدوا العدوان وأن يدفعوا الظالمين ونحن الآن انتشر الإسلام في الأرض كلها وإن كنا ضعفاء لتفرقنا لأنه كما قلت لكم في حلقة سابقة قسمنا المجرمون إلى أقسام عراق وشام وباكستان ومدرئيش وكذا فأنا كلنا مسلمون إنما المؤمنون لا إخوة وهم يتلفزون بأنهم لا يريدون أن يقيموا دولة دينية نعم دولة دينية تجمع المسلمين لا يرضون بها وقد سمعت هذا من الرئيس الأمريكي يقول أنه لا يسمح بدولة دينية فقلت كذبت الدولة الدينية الحق الإسلامية هي ما يسمح فيها أما دولة الباطل المرتبطة بهم اسمح فيها والدليل دولة يهود النصارى إذا كانوا هؤلاء نصارى ما كانوا حمير لليهود النصارى يعتقدون أن اليهود قتلوا ربهم قتلوا المسيح وإن كنا نعتقد أن الله رفعوا إليه ولكنها أعتقادهم فدخل اليهود فيهم كالسم حتى وصلوا إلى قياداتهم وأصدر البابا قبل هاد براءة اليهود من دم المسيح فطغى اليهود في الأرض وسخروا النصارى لخدمتهم فجعلوهم كما ينص توراتهم أن اليهود شعب الله المختار وأن وقيت الناس حمير جعلوهم حمير فتسلط اليهود على العالم الغربي ومن وراء تسلطه على العالم الغربي سلطوا الصليبيين لأنه ما من دينهم إلا تقديس الصليب ما في شيء أين الدواعي الإنسانية أين الدوافع إذا واحد عنده زرة من الإنسانية ويرى هذا المجرم يقتل شعب كامل نساء وأطفال تحت بيوتهم تحت سقوب بيوتهم حرقا بالبراميل المتفجرة القنابل الفراغية بكل شيء ممنوع يقوله دوليا أين ممنوع وين الدول؟ هاي الدول ما في عنده لا رحمة ولا في إنسانية ولا في شيء المجتمع الدولي ليس من بني آدم لأنه لو كان عنده ذرة من بني آدم ممن الدين النصراني أو غيره ما رضي بهذا الفعل فهذا الظلم عندما يقع على المسلمين في العصر الحاضر اطمئنه لن يقضي على المسلمين نهائيا لا قتل مننا الكثير وعلينا الكثير ولكن لا ننسى أن الله تبارك وتعالى أذن للمؤمنين في القتال منذ الصدر الأول متى أذن لهم في القتال؟ عندما استقر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة عندما جاءه وفد العقبه وبايعوه على أن ينصروه ضد عدوه وضد من يقف في وجه الدين وآمنوا به ثم قالوا له يا رسول الله أفلا نغيره يعني صباح على هذا الوادي الناس موجودين في منا فنقتله وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا إني لم أمر بذلك أنا ما بنفس رأيي الله ما أمر بهذا لا يجوز ولكن عندما وجد في المدينة وجدت الأرض وجد مجتمع مسلم عند ذلك أذن الله لهم في القتال لأن المشركين ما عادوا يستطيعوا أن يزيلوا الإسلام بكليته ونحن الآن والإسلام انتشر في العالم كله وإن كنا متفرقين لن يستطيعوا أن يزيلوا الإسلام فهذه الآية في القتال أول آية نزلت تسبح للمسلمين أن يقاتلوا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصره لقدير بيّن الله لهم أنه سينصرهم ثم أذن لهم في الجهاد في القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من دياره بغير حق نحن يا إخواني أخرجنا من ديارنا بحق الله تبارك وتعالى في دين من الأديان أمر هذا الطاغي حتى ولو في غير دين الإسلام في دين الإنسانية أمر هذا الطاغي أن يقتل النساء والأطفال والرجال تحت سقوف بيوتهم بهذا الشكل العنيف المجرم لجرامي لا إنما هو طغيان واستبداد واستعباد وظلم من أسوأ أنواع الظلم مثل هذه الجرائم التي حصلت لنا في سوريا ما حصلت في التاريخ كله ما حصل مثلها كيف ما في في التاريخ أبدا واحد يقتل شعبه يزعم أنه رئيسه إنه رئيس هذا مجرم أكبر مجرم يزعم أنه رئيس ويقتل شعبه بأموالهم وبسلاحهم وبرجالهم أمروا على البيوت مين في شاف شاب بأده يخدوا على الجندير مشان مين مشان يقتل أهله الله يضرب عيونهم بالعام إن شاء الله هل يوجد ظلم أكثر من ذلك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير على نصرهم لقدير إذا تمسكوا بأمر الله وتحابوا اليوم المسلمين بعضهم مع الأسف كل واحد صح له ينهش من التاني ينهش ماديا أو معنويا ما كفانا ما حل بنا عندما يقال لهم نحن بنستحق ما حصل لنا هو أنت بتقول هكذا الكلام نعم إذا بقينا على جاهليتنا يقتل بعضنا بعضا ويوشي بعضنا ببعض ويحاول واحد إذا أصل لآخر من المسلمين إلى مال يحاول يأخذ منه بأي طريق كان بفتح هذا محل لا يعيش فيه بفتح واحد جنبه مثله فقد الدنيا واسعة أروح لمكان تاني قديما كانوا الأسواق كل سوق في مكان واحد فيأتي الزبون يقول له البائع يا أخي أنت بدك مهد بالضعام موجودة عنجاري أنا استفتحت وارتزقت روح لعنجاري اشتري منه مر علينا فترة إذا راه لعنجار وبقاتله ليجيب الزبون لعنده غصب العنو هذا أسلام الأسلام حب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فاجعلوا أيها المؤمنون اجعلوا الإيمان الصحيح يستقر في قلوبكم وسينصركم الله على من ظلمكم لأن الإيمان الصحيح إذا استقر في قلوبكم تحبون بعضكم تتراحمون تتناصرون تتساعدون تتعاونون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عند ذلك ينصركم الله أما إذا كان يقتل بعضكم بعضا هذا اسمه إسلام بس ما فهم بالإسلام الله بشيء الإسلاح بايعني أنا صد خليفة من سببها خليفة مين بيعرف أرعت أبوكم نين حتى تصير خليفة وخليفة من من خلفك ومن انتخبك رشاش هذه ليست خلافة إسلامية هذا مخطط كفر يقيم جماعة بسموهم إسلام أو بالدعو الإسلام حتى يقتلوا الإسلام الحقيقيين ويشغلوهم ببعضهم ويجلسوهم المرتاحين تفرجوا علينا هؤلاء الصنف المال إنسانيين حتى في لعبهم في العالم الغربي إش المظاهر المثيرة اللي كيف عليها هذا بجيب ديك ججاج وهو بديك ججاجات بحطواهم مع بعضهم يقتلوا بعضهم يقتلوا بعضهم يسير الدماء وكذا حتى يموت ديك الموت الثاني هذا صاحبه بربح هنا بتفرجوا بتنززوا الدماء صراع السيران ما هو صراع السيران الحيوان هذا بالخيال بضعه أمامه وهكذا وهكذا وبشكه في رمح حتى يتعب وتسيل دمه ويموت اوه غلبه صراع السور والآخرين بالألوف يتفرجون على مصارعة السيران على الدماء هؤلاء ربوا على حب الدماء ومنظر الدماء زالت عن كثير منهم الإنسانية ولذلك نرى ما نرى الظلم في الأرض وما للذي يتبنى الظلم في الأرض الدول العظمى والدول الكبار إلى المفروض أنها تحق الحق ولكنها تتآذن مع بعضها حق الفيتولة واحد منهم بس عشان تفقوا كلهم على مصالحهم وظلم البشرية والتسلط على البشرية فأول من ينبغي أن يتحرر فيه الناس والدول والحكومات والشعوب من هؤلاء الظلام الفجار حتى يرجع التصويت في مجلس الأمن للكل بسعر بعض هكذا يكون الدول أما التصويت والتصرف في العالم نفلان وعلان من الدول اللي هنين كلهم يعملون في خدمة اليهود هذا ليس مجلس أمن ولا هيئة أمم المتحدة إنما هو مجلس ظلم وظلام وتبين عواره وسينتهي إلى دمار مجلس الأمن أيضا ولكن قليلا قليلا التغير في الأرض وفي البشر ليس سريعا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصره لقدير قدير يقول الله تبارك وتعالى ولو شاء الله لانتصر منهم يعني غلب أعدائكم وموتهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض حتى يختبركم هل تضحون بالغالي والنفيس من أجل حرديتكم وتخلصكم من الطغاة وعبوديتكم لله الحق ولكن ليبلوا بعضكم ببعض وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلْ أَعْمَالَهُمْ وقال الله تعالى وَقَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمْ اللَّهُ بَأَيْذِيكُمْ هل تظنون أن الكفار والفجار من حزب الشيطان من الشرق من الغرب من الشبال والجنوب مسرورين؟ لا عم بغتر شبابهم مضيء أموالهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليظلوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسنة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فالله يبين أنه اقتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم إذا ثبتتم مع الله وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين يشفي صدور قوم مؤمنين من ماذا؟ بالعدوان؟ لا للتخلص من الظلم خلصنا من هؤلاء الظلام الفجار المجرمين فيترتاح نفوسنا ويشفي صدور قوم مؤمنين وقال الله تعالى أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ أَجَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ والآيات في الجهاد والقتال كثيرة جدا فكانوا مأمورين كما قلت لكم بالصبر والاحتمال عند بداية الدعوة إلى الله في مكة ثم عندما استقروا فنبين لهؤلاء الجهلة الذين يحملون السلاح ويزعمون أنهم سيجبرون الناس على الدين آمنوا ويقتلون منهم ويسبون أموالهم وكذا وظنون أنهم على شيء هذا ليس دين الإسلام هذا دين أنشأه الكفار من أجل أن يصدوا الناس عن دين الله من أجل أن يخوفوا الناس من الإسلام والمسلمين لأنه عندهم في الغرب العقلاء منهم بدأوا يدخلون في دين الله الإسلام أفواجها لأنهم أدركوا أنه الحق وأنه لا منقذ للبشرية من هذه الفتن وهذه الدماء التي تصير إلا بالإسلام بالرجوع إلى الله فكيف يبعدوا الناس عن الإسلام؟ بهذه الطريقة سأوا مسلمين مجرمين ما مسلمين ويزعمون أنهم مسلمين ويزعمون أنهم يقاتلونهم من أجل أن يخلصوا المجتمعات البشرية من أرهابهم فلو أنشأوهم ثم ولو قتل بعض جماعتهم ولكن كثيرنا المسلمين الغير واعين يتبعون هؤلاء الذين سموا أنفسهم مسلمين فيقتلون أيضا ويخوف الناس من الإسلام الإسلام واضح رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استقر في المدينة وتحرر من ظلم مكة ومن الطغاة بدأ المسلمون يطبقون أوامر ربهم طبقوا أوامر ربهم عند الاستقرار فلذلك ثورتنا في سوريا الهدف الأساس منها أن نخلص من الطغاة الذين هم عملاء للغرب والشرق مهمتهم أن ينفذوا ما تريده اليهود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون والمسلمون سيقتلونهم ليس ظلما وعدوانا لأن فسادهم يقتل في الأرض كل فساد في الأرض الآن في الشرق والغرب كلهم نرأوا اليهود عندما يزعمون أنهم ضد إيران في النووي كله تمثيل بتمثيل كذب حتى يظنوا بعض الجهل أنه هنا ضد إيران ما ضد إيران؟ إيران تمشي في مخططهم يدري الجهل من شعبها أو لا يدرون ومخطط إيران الذي أخذوه تبنوه من اليهود هو قتل أهل السنة حتى يتخلصوا من المسلمين حقيقيين لأنهم يؤمنون ويكفرون يؤمنون بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمون ستقتلهم فهم يظنون أنهم سيقتلون المسلمين لا ما عاد الوضع مثل ما كان في مكة لو قتلتم مننا المئات أو الألوف في الألوف يتنورون من الشعوب الإسلامية في كل الأرض وسيوقفونكم عند حدكم وسيعودون بثغيانكم على المسلمين سيعودون إلى الإسلام الحق ويتمسكون به وينفذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فالمسلمون عندما يقاتلون لماذا؟ مثلما يقاتل هؤلاء الطغاة يسلطوا على البشرية لا المسلمون لا يفعلون هذا كانوا قديما عندما كنا صغار يقتلون الإسلام يقولون لنا الإسلام انتشر بالسيف المسلمين قاتلوا قاتلوا غلبوا عن الناس لا ما في بلد قاتلوا فيها من أجل أن يأخذوا أموال الناس أو أعراضهم أبدا يقاتلون الطغيان يقاتلون الحكام جندهم المتصلطين على الشعوب فإذا غلبوهم تركوا الشعوب وما تدين بريد تم نصراني بريد تم يهودي كما يشاء ويحمونهم والله تبارك وتعالى صرح في قول تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرجل من الغي وقال تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ما في إكراه في السلاح الطغاة ما بستطيعوا يتسلط على البشر إلا بالسلاح أما رب العزة يتسلط على البشر من قلوبهم عندما يعلمهم تكون هناك الحرية نعلم الناس أن ربك هو الذي خلقك فأطع ربك ولا تطع المربوب مثلك المربوب مثلك يريد منك أن تنفذ مصالحه نحن نربي الخاروف حتى نزبح هناك اللحم حتى نستفيد أما ربنا يربينا حتى نتحرر نتحرر من الطغيان هذه مهمتنا في الحياة ولذلك القتال في الإسلام غير القتال عند الكفار القتال عند الكفار للطغيان والتسلط القتال عند المسلمين للتحرر لتحرير الشعوب فقط ولا نجبر أحد على أن يغير دينه لا إكراها في الدين وإذا تسبت في حادثة وحدة إلا من قبل بعض الجهل الثقافاء حادثة وحدة أجبر إنسان على أن يغير دينه ويدخل في الإسلام ما في أبداً أنا بقلكم الشي الحادثة التي حصلت واحد من الجهل شاف يهودي سحب عليه سكين قال له يهودي ولق أسلم قال له ما أبدأ أسلم شو بدك مني قال له لا ما أبدأ أسلم قال أنا أبقى لك أسلم وبدأ أسلم وغصبه لعنك قال له ما أبدأ أسلم نبيكو ما بأمر تجبرني على الإسلام قال له لقى أنت غير تعلمني الدين قال له أنا ما أسلم أنت يهودي أخذ من رأبته وشده وبدأ قتله قال له يهودي أسلم يا بقى أتلاك شاف العمص هذا جاهل وعلق فيه إيجا ساوي قال له إيه بأسلم إيش أقول قال له ما بعرف عرفوا أنه جاهل لو مسلم ولا شيء قال له أسلمت قال له إيه روح كثير من الحكام المنافقين المتسلطون على الشعوب الإسلامية من حكم العسكر أو الدكتاتورية ما بفهموا الإسلام إلا اسمه كتاب الله سنة رسول الله إيش هو كتاب الله ما بيعرف شيء تعطلوا أمريكا عن طريق مستشاريها أو كذا بنفس منه الله كان منه الإله مؤمن بأن الله هو الخلقه ولكن ماذا الإله المعبود المطاق أمريكا ولا الله اتقوا الله أيها الناس أيها المسلمون في سوريا وفي غير سوريا وفي سوريا على وجه الخصوص إذا كنتم أخرجتم من بلدكم ودياركم لأنكم تقولون ربنا الله والله بعيوننا يشوف الشباب لما يطلعون الله أكبر الله أكبر برشون لك ليش يا أخي تركوا يقول الله أكبر ليش تزعجك كلمة الله أكبر طبعا بتزعجه لأنه الناس إذا كبروا الله وأطاعوا الله فهموا إيش معناه الله أكبر وتركوا طاعة هذا الطاغية لأنه صغير حقير بروح الحكم من إيده وبروح التسلط وبروح الطغيان وبروح حكم الغرب إنه عن طريق هذا الطاغية ولذلك يزعجهم الله أكبر فقتل من الشباب وهم لا سلاح عندهم أبدا ولا موس ولا شفرة حلاقة فقط عندهم الله أكبر أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وبعض الجهل اللي بصنوا حالهم بظنوا حالهم إنه والله علماء من طلاب العلم ما لازم يحكوا ما لازم يزاهروا لا لازم يكونوا عبيد يا بهيم أنت عالم؟ أنت جاهل أنت أجهل الجهال هل خلقنا الله لندعو الناس إلى طاعة فلان؟ وبالجملة حديث كمان وإن ضرب ظهرك وأكل مانك لك هذا المسلم الذي يحكم بما أنزل الله إذا أقام عليك عقوبة الله وأخذ من مالك وضرب ظهرك تسمع بالطيع أما ما قال لك ربك أن تطيع كافرا مجرما وأي مجرم؟ أعظم مجرم في البشرية اللي قتل مئات الآلاف ظلماً وعدواناً وجلهم من النساء والأطفال يقتلهم بالمواد الحارقة وبالقنابل الممنوعة دولياً ولكن أين الإنسانية من الدول كما قلت قبل قليل؟ ثم تزعم أن هذا يعلي على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا له لك أين إسلامك؟ ماذا تفهم من الإسلام؟ أنت لا تفهم لا إله إلا الله والله تبارك وتعالى يقول فأعلم أنه لا إله إلا الله أنت لا تفهم لا تعلم أكثر من لا تعلم عودوا إلى الله أيها الناس إن كنت لا تدري فاسأل من يدري فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما أن تسيروا وراء الطغاة وتورروا طغيانهم بأساليب متنوعة تقرباً منهم أو تزلفاً أو جهلاً منكم لربكم فتتخذوهم أرباب دون الله أرباب متفرقون خيراً أم الله الواحد القهار الحمد لله رب العالمين أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مُخْتَارَاتٌ مِنْ وَحِي الْقُرْآنِ لِمَا فِيهِ سَعَادَةُ الْإِنْسَانِ مَعَ الشَّيْخِ الدُّكْتُورِ عَبدُ اللَّهَ سَلْقِينِ مُخْتَارَاتٌ مُخْتَارَاتٍ شكرا